بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات يسرني أن ألتقي بكم مجددا في درس من علوم البيئة والمقرر على المستوى الثاني الثانوي في مقرر عالم ثمانمية وعشرة والثالث الثانوي مقرر عالم ميتين وواحد ودرسنا اليوم بإذن الله سيكون عن المناطق الحيوية المائية فلنبدأ بإذن الله بتقسيم المناطق الحيوية المائية حيث تقسم المناطق المائية إلى قسمين المناطق المائية العذبة والمناطق المائية المالحة العذبة سيكون لدينا بالتأكيد هي المياه الراكدة المستنقعات البحيرات وأيضا المياه الجارية مثل الوديان والأنهار هذه هي المياه العذبة أما بالنسبة للمياه المالحة فهي عبارة عن مياه البحار والمحيطات ونلاحظ أعزائي ملاحظة مهمة جدا أن المناطق الحيوية المائية عادة لا تتأثر بالعوامل المناخية أو تتأثرها يكون بشكل قليل وذلك بسبب أنها لا تتعرض نفس اليابسة لا تتعرض إلى عوامل تعرية وتجوية كبيرة مثل اليابسة فنلاحظ أن هناك نوع من الاستقرار يحدث في المناطق المائية فلنبدأ معا ببعض التفصيل في هذه المناطق المائية تنقسم المناطق المائية المالحة إلى قسمين القسم الأول هي المناطق المضيئة ومن مضيئة أي أنها تتأثر بضوء الشمس وهي الأجزاء العلوية من مياه البحر وحتى عمق 200 متر تحت سطح البحر ثم يتوفر فيها الضوء للحياء البحرية وسنلاحظ هناك تنوع هائل من الكائنات الحية الموجودة في هذه المنطقة أما النوع الثاني فهي عبارة عن المناطق المظلمة والمناطق المظلمة هي مناطق عميقة جدا من البحر لا يصلها ضوء الشمس وبالتالي لا يصلها ضوء الشمس وبالتالي لا تحتوي على كائنات حية بل تحتوي على كائنات مجهرية وكائنات محللة أي أنها تستطيع تحمل العيش في هذه المناطق بالعكس عن بقية الأسماك الطبيعية والعادية فهذا بالنسبة لتقسيم المناطق المائية بالنسبة للعمق من أهمية البحار والمحيطات أعزائي هي أنها أولا تشكل معظم سطح الكرة الأرضية تشكل 71% من الكرة الأرضية مساحة الأرض كما أنها تحافظ على التوازن المناخي العام للكرة الأرضية نحن نعلم أن جميع يعني مثلا دورة الماء في الطبيعة التي تم دراستها سابقا دورة الماء في الطبيعة تعتمد بشكل أساسي على البحار والمحيطات فإذا حدث هناك خلل فستختل جميع دورة الماء في الطبيعة أيضا المياه البحار والمحيطات تعتبر مورد طبيعي وثروة فطرية كبيرة لأنها تمد الإنسان بالغذاء والأسماك وغيرها والطاقة وكذلك تساعده من ناحية اقتصادية أنواع البيئات البحرية هناك لدينا أكثر من نوع من بيئات البحار لدينا أولا مصبات الأنهار نحن نعلم أعزائي أن الأنهار تجري في مناطق معينة ثم تصب أخيرا في البحر أي مثلا هذا هو البحر ولدينا هنا هذا النهر فعندما يصب النهر في البحر هذه المنطقة تسمى منطقة مصبات الأنهار أي أنها تختلط فيها المياه المالحة مع المياه العذبة وهي تكون عادة مناطق شبه مغلقة مثل منطقة شط العرب في الخليج العربي هذه عبارة عن مصب للأنهار النوع الثاني من البيئات البحرية هي المياه الساحلية والمياه الساحلية تمتد نحو 8.4 كيلو متر من الساحل هذه كلها عبارة عن بيئة ساحلية وتكون عادة أكثر ملوحة من مصبات الأنهار وأيضا أكثر عرضة للتلوث لاحظوا هنا تختلط الأنهار العذبة مع المياه المالحة وبالتالي العذب مع المالح فتكون الملوحة معتدلة بينما هنا ستكون لدينا في البيئة الساحلية أكثر ملوحة النوع الثالث أحبائي هي عبارة عن مياه المحيط المفتوحة ومياه المحيط المفتوحة تكون عادة عميقة جدا وتكون أقل تلوثا من المياه الساحلية لأن التلوث لا يصل إلى هذا العمق وهي تغطي مناطق شاسعة بل أغلب المناطق من البحار مثل سواحل سلطنة عمان تعتبر مياه محيط مفتوحة لاحظوا أحبتي أريد أن أتحدث معكم هنا قليلا عن مياه شبه الخليج العربي هذه المنطقة أو الخليج العربي لاحظوا أحبتي أن هذه الأماكن تختلف في درجة ملوحتها ودرجة حرارتها من منطقة إلى أخرى فمثلا من ناحية الملوحة سنلاحظ أن درجة ملوحة المياه عموما بشكل عام تكون عالية في هذه المنطقة بسبب أن هذه المنطقة تقريبا مغلقة فمن الصعوبة أن يتبادل مياه الخليج العربي مياهه مع بقية المحيطات فبالتالي ترتفع الملوحة أيضا أقل المناطق ملوحة في هذه المنطقة هي الشمال الغربي من الخليج لماذا؟ ربما تتساءلون لأنه يصب فيه نهر دجلة والفرات وبالتالي نحن نعلم أن الأنهار مياهها عذبة وبالتالي يتحدان الماء والمالح والعذب فتقل الملوحة أيضا بشكل عام في فصل الصيف بالتأكيد في فصل الصيف تزيد الملوحة نتيجة ارتفاع معدلات التبخر يرتبخر الماء ويزيد تركيز الأملاح في الماء أيضا المناطق المختلفة من الخليج العربي تختلف من جهة درجة الحرارة فبالتأكيد نحن ذكرنا أن المناطق الساحلية درجة حرارتها تكون مرتفعة وبينما في المنطقة كلما ابتعدنا عن الساحل ماذا يحدث لدرجة الحرارة؟ تقل درجة الحرارة وهكذا أحبائي انتهينا من درس اليوم أتمنى أن يكون درسا خفيفا لطيفا لكم وألقاكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى من علوم البيئة تحياتي لكم تحياتي لكم